ومن الرياض معنا أبو بشارة الكاتب الصحفي السعودي جاسر الجاسر أهلا بك فيها التاسع أستاذ جاسر ما هي دلالات هذا الاعتراف وكيف سينعكث على الموقف الفلسطيني والعربي وبسؤال أدق كيف جاء هذا الاعتراف مساء الخير أولا لعل المرة الأولى التي يتم النقاش أو الحديث أصلا عنه قيام دولة فلسطينية بالمعنى ودخول الدول في مسألة الاعتراف لم تكن مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية مطروحة منذ حقود القمة العربية الإسلامية التي عقدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض وكان من نتائجها تشكيل فريق وزاري عربي إسلامي برئاسة الأمير فياصل فرحان جاب العالم تقريبا والتقى بكافة الدول لشرح والحاجة إلى قيام دولة فلسطينية تحقيق الاستقرار في منطقة وحماية حقوقهم في هذا الجانب إضافة إلى الجهود الثنائية في الزيارات للدول الأخرى لحمل الإقناع وهذا ما ورد أيضا في بعض الدول من اعتراف عن الدول السعودي أيضا الأمير محمد بن سلمان يقدر لا يخلو اتصال له بأي زعيم زعماء العالم في التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة قيام الدولة الفلسطينية هذه المؤشرات العمل المشرك والجهد والضغط الذي كان يقوم خلال الفترة الماضية هو أحد ثمار أو أحد الأسباب الحقية لقيام هذه التحولات ونشهد وأيضا التعسف والسوء الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة بحق الفلسطينيين والقتل العشوائي كلها عوامل أثمرت وأفرزت هذا التضامن لتحول جوهري في مواقف دول أصبحت ترى أنه من العار أخلاقيا أن تبقى صامتة أمام ما يحدث وأن تكتفي بالمشاهدة والمراقبة ولذلك هذه الانتفاضة وهذا التغير هو تحول مهم في استراتيجيات الدول في الخروج عن دائرة الجماعية واتخاذ مواقف أحدية إيجابية وشجاعة في إبراز القيمة الأخلاقية لهذه الدول ومسؤوليتها تجاه القيم الإنسانية التي يعيش عليها العالم في هذا السكب بذلك هذا فعلا تحول مهم ومحوري وهو عمل مستمر والأمير فيصل ذكر أكثر مرة أن هناك تحولات إيجابية وننتظر الاعتراف من دول أخرى في هذا الاتجاه من الدول الاتحاد الأوروبي وهو ما قد يتحقق في الأيام الفترة المقبلة في مؤشرات لمجموعة الدول تنوي المضي في هذا المسار مما يعزز حقيقة مسألة قيام الدولة الفلسطينية ويضع إسرائيل طبعا في زاوية حرجة نحن نشهد اليوم مثلا تصرفات نتنياهو يعني يبدو سوزازية وعدائية ومواجهة والشعور بالاختناق والعزلة تجاه هذا التوجه الدولي المتزايد في هذا الإطار والحديثك عن ربما مشاهدة المزيد من الدول تعترف بها الدولة الفلسطينية لكن هناك الموقف الأمريكي لا يزال رافضا للإعتراف خصوصا الاعتراف الأحادي بها الدولة الفلسطينية بتقديرك سيد جاسر متى سيتغير هذا الموقف؟ وهل يمكن أن يكون في إدارة بايدن تحديدا؟ والله إدارة بايدن هي التي عمليا تسعى إلى تحقيق قيام الدولتين نتيجة المحاوضات مع السعودية باعتبارها الطرف المشترك بين السعودية وإسرائيل في مسألة التطبيع والشرط السعودي الصارم الواضح لوقف الحرب وقيام الدولة الفلسطينية عبر مسار موثوق ولذلك الولاد تسعى ويجب أن يكون إلى قبل ساعة تقريبا ويتحدث عن الحاجة إلى قيام دولتين وقناعة إدارة بايدن بتحقيق هذا الإنجاز الذي مهم الذي سيخدم الإدارة ويدعمه حتى في الانتخابات وأيضا من جانب آخر وهو ذي صلة وإن كان لا يبدو باشرة الاتفاقية السعودية الأمريكية في أدفاق الدفاعية والنووية تطلب سرعة تنفيذها حتى لا تخسر واشنطن شريكا استراتيجيا مثل المملكة ولذلك تحاول أن تربط هذا الملف في كتلة واحدة والقيام إليه أيضا الضغط الأخلاقي على الولايات المتحدة نتيجة التزمت الإسرائيلي في هذا الجانب سيؤدي بالتالي لعملية الضغط مع تزايد هذه الدول نحن حركة دولية غير مسبوقة في هذا الاتجاه تلتزمح للدولتين ويبقى فقط الآن عمليا الدولة الوحيدة الرافضة بشكل صريح لقيام دولة فلسطينية هي إسرائيل الولايات المتحدة تدعم قيام الدولة الفلسطينية لكن طبعا بشروط منتزمنا إسرائيل بالتحديد عن الشروط هناك وجهة نظرة أمريكية تتبلور حول الإعلان الأحادي للسلطة الفلسطينية من أوسلو ومدريد وإيرلندا ربما هناك حديث عن عقوبات حول الدول التي سوف تعترف بفلسطين هل هذا ممكن ويكون واقعا في العلاقات الدولية؟ ليس اليوم لم يعد ممكنا سابقا كان ممكنا اليوم لم يعد ممكنا اليوم نشهد دول قطعت علاقاتها بإسرائيل دول خفضت مستوى علاقاتها بإسرائيل دول تتزايد في الاعتراف في الدولة الفلسطينية أيضا الولايات المتحدة نفسها في حرج مما يحدث هي لا تستطيع الاستمرار ملزمة يمكن بشكل إيدروجي لكن لا تستطيع دعم ومساندة تتوجه ولذلك نشهد خطاب يحاول أن يخفف من التصعيد الإسرائيلي وأنه لا يؤثر بدرجة كبيرة وأنه يتم بشكل لا يؤثر على المدنيين وأنه تسعى لتحقيق وقف الحرب لكن بالتالي لا تستطيع اليوم للولايات المتحدة والسرائيل فرض العقوبات حد دول المستوى شهدنا خطابا يلمح خطابا فرنسيا يلمح اليوم إلى مسألة الاعتراف وأنه ممكنة خارجية الألمانية وأن الوقت غير مناسب تتغير الظروف لا يمكن الاتكاء كاملة لا على الكلام الإيجابي ولا على الكلام السلبي على الخطوات هل تستطيع فرنسا أن تشعر بالعزلة أخلاقيا ويتتصدم بهذا الموقف قد تكون ملزمة لاختيار هذه المسألة ولعل اتصال اليوم الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي بخصوص التعاون الثنائي أيضا أكد على مسألة حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الجانب لذلك من المتوقع أن الأيام المقبلة ستشهد في هذه الموجة مع التزايد ستبقى الدول غير المعترفة في موقف حرج ومضغوط عليه وأمير فيصل أكد مرارا أن جزء من دبلوماسية السعودية الضغط أو تشجيع أو دفع دول مجلس الأمن تحديدا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان معي من الرياض الصحفي السعودي جاسر الجاسر شكرا لك على كل هذه التوضيحات